مساء الفل. النهاردة هنتكلم عن اغنية يومين حلوين لبهاء سلطان. الاغنية من كلمات نصر محروس ألحان حسين محمود اللي لسه كنت بتكلم عنه بقول ملحن جامد جدا وتوزيع أمير محروس. الاغنية لما تسمعوا تحسوا ان كده من ايام ايه مش عارف من ايام يا طارع يعني اغنية هربانة من 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 البوم ياللي ماشي مثلا. فيها روح قديمة كده ودي أحلى حاجة فيها بصراحة والحاجات اللي هي المقسوم الحزين يعني اللي هو الهادي ده جميل. أنا بحب قوي في الطبقة دي وفي الأغاني دي والاغنية تفكركم كده بياللي ماشي يا طارع نفس الروح لأنه برضو كان حسين محمود عامل أغاني في الوقت ده وهو اللي عامل يا طارع وهو اللي عامل أغاني كتير قوي جمدة قوي ملحن كبير زي ما قلت عنه قبل كده ولكن الاغنية فيها مشكلة عشان نكون صراحة هنا. أنا عارف ان ستاز ناصر محروس هو المنتج ده ده ملك الانتاج في الوطن العربي لا يقارن بأي حد لأنه كان بيطلع نجوم من مش هقولوكم العدم بس كنجدات خالص يعني تامر وشرين أكتر مثالين. وده اللي كان بيميز ناصر محروس عن أي منتج تاني في وقتها حتى لو المنتج ده كان أكبر منه وكان عامل مع ناس جمدة جدا ومش عارف منتج تاني معه فلوس كتير قوي. لكن ناصر محروس كان كان كرياتف من زمان. لكن أنا وجد نظري كلام الاغنية ما عجبنيش قوي. أنا عارف ان ستاز ناصر محروس بيكتب وفيه أغاني على فكرة حلوة يعني. انت آخر واحد في الدنيا دي ممكن أبكي على يل شيرين كانت كلماته ألحان عمرو مصطفى لكن كانت أغانية جمدة جدا وهو ليه أغاني حلوة كتير. لكن دي ما حستهاش دي ما حستش يعني حستنا اللي احناها حلوة قوي وتوزعها جميل أمير محروس مبدع. لكن الكلام حسته أقل. يعني يومين حلوين ويومين وحشين وبتعدي وناس حلوين وناس ماشيين وبتعدي. بس اللي ليك أقرب مليك الجرح منهم مش بيعدي. يعني حتى القافية في حاجات أنا مش فاكر اسمها إيه تحديدا لكن اللي هي الكلام اللي هو بتكون نفس الكلمة بس بمعنى مختلف. لكن دي لأ دي نفس الكلمة بنفس المعنى. يعني الله يمسي بالخير تامر حسين لما كنت معاه قال لي عليها مش فاكر اسمها إيه وانا حتى قلتولي قلتولي انا مش عارف دي اسمها إيه تحديدا. اللي بقى فاشخول لي فيك يقول لي دي اسمها إيه. أنا مش عايزة أقول الكلمة تتحسب علي ويقول لك ده بس أنا نسيها توتل نسيها. في نوعية كلام كان حتى كنت بكلم تامر عليها في أغنية مثلا يوم ثلاثة. قلبي لم يعود مش عارف ايه كد ايه قلبي لم يعود يعود يعني يرجع وعود يعني العود هي كده يعني. وعود حاجة كده اللي هو يعني فهي الفكرة كلها انه فيه كلام ممكن يتفهم بكذا معنى لكن الكلمة هي هي لكن دي نفس الكلمة ونفس المعنى. يعني مش عارف انا ممكن تقولوني ان انا اوفر مثلا بس فعلا كلامها حاسته مش لا هو شغل مصطفى كامل قديم الحزين ليجرح ولا هو برضو الحاجة اللي هي الخفيفة اللي تبقى لا هي الأغنية المفروض تبقى داسمة واغنية ستايل قديم. واضح انه هي اتسجلت مش عارف بقى من عشر سنين حاجة الأغنية دي قديمة. يعني انا وجد نظر الالبوم كله قديم بس دي قديمة شويتين ودي اكتر حاجة عجباني فيها لكن الكلام حسيته اقل. انتوا ايه رأيوكو? اكتبوا لي تحت. انا ده رأي شخصي لي اللي احنا بتوزيع تحفة وصوت بها طبعا الكلام اقل شوية. ده اللي كان عندي النهاردة اشوفكم في فيديو جديد. سلام.